اشتركوا في القناة ويقول ربي سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قالت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل أعظم الشاكرين من وسيد الشاكرين من هو محمد صلى الله عليه وسلم دخلت عليه عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم وقد تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم من القيامة فقالت عائشة يا رشول الله أتصلع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من بندك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ثلاثة هي عنوان السعادة إذا أعطي شكورا وإذا ابتلي صبرا فإن الله عز وجل قد وضح أيوب عليه السلام عندما صبر على البلاء ابتلاها الله عز وجل بالمرض سبعة عشرة سنة وهو طريح السراش ثم الله عز وجل بعد صبره قال عنه إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ ثلاثة هي عنوان السعادة إذا أعطي شكورا وإذا ابتلي صبر وإذا أدنب استغفر وكفي أن أقول فإذا أدنب استغفر قول الله عز وجل عندما قال في سورة هود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُود أسأل الله جل فيه أولا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكورا وإذا ابتلي صبر وإذا أدنب استغفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر